9.30 صباح 9.30 صباح مع وفاة رابل سي ومنظر ثابت على راديو ماد فراين تايم صباح الخير مرحبا بكم من جديد أهلا وسهلا بكم على موجات راديو ماد مازلنا موصلين معكم المشوار حتى إلى 9.30 إن شاء الله وتاوا نمشيوا لموعد النصايح الصباحية تتسوي صحة ليك كيف ما تعرفوا دائماً عندنا حرص على حماية طفولتنا حمايتها من ناحية الجسدية والصحية والصحة النفسية الجانب النفسي هام وهام جداً الأيام الأخيرة وكأننا أهملنا هذا الجانب جانب الصحة النفسية لأنه الأطفال متاعنا قاعدين يتفرجون في مضامين عنيفة وعنيفة جداً عنيفة جداً في علاقة بالأحداث في غزة يعني مشاهد قتل مشاهد جثف مشاهد أشلاء آدمية نفس الشيء صوراخ نحن بقلبنا وبقلنا مع أخوتنا وأخواتنا في غزة هذا أمر لا يحتاج إلى بيان ولا إلى إثبات لأنه بجهد اللي عندنا بإمكاناتنا المحدودة يعني على الأقل في موقعنا الجغرافي كتونس تونس الرسمية وتونس الشعبية وكلها مع الشعب الفلسطيني في غزة لكن أطفالنا ننتبهوا بالنسبة للأباء والأمهات نبعدوهم عن مشاهد هذه لأنه هذا يتعطي رأه ردود فعل ياسر سيء جداً تقود إلى النيار تقود إلى أشكال من الانتحار النفسي لدى الطفل الاكتئاب وانزواء وأشياء من هذا القبيل نفس الشيء بالنسبة للأعلام أعلامنا وإلا إذا عنا إمكانية أنه نتواصل مع الأعلام الأجنبين وعلى الأقل يعطي الشارع هذه كي يحطها الشارع متاع ممنوع أقل من 12 سنة وإلا أقل من 12 سنة وثق المضامين والعنف اللي تحملوا المضامين هذه يعني نحن شفنا مشاهد شفنا مشاهد وأعرضنا عن مشاهد فما أشياء يسر مؤلمة إلى حد ما تنجمش ما تنجمش تشوفها كإنسان مش ممكن تتحمل مشاهد كتلك وبالتالي ننتبه الأطفالنا لأنه نحبوهم يكبروا ونحبوهم يتطوروا بملكات سوية أنه مشاهد العنف من شأنها نتقودهم إلى ردود فالسيئة جدا وإلى أوضاع قد تكون مرضية قد تتطور إلى أشكال مرضية يجب أن ننتبه للأطفال وقت اللي يكونوا بجنبنا تعرفوها تبدأ تتفرج في سالان ولا سالة مانجي ما في بالكش كون بجنبك كنتنتبه أنه أولد صغير ما يزموش يستهلك نفس الشيء هذا بطبيعة يهزنا للشبكة التواصل الاجتماعي شبكة التواصل الاجتماعي يلزم ننتبه زاداش قاعد يستهلك أنه فهم مضامين عنيفة جدا ومضامين قد تكون إجرامية حتى في أشكالها ومصادرها تكون غير معلومة ننتبه شوية بالله الأطفال لأنه القناة هم أحيانا يسميوا في الألعاب متاعهم أشياء جدا عنيفة وخطيرة شوية انتباهي عايشكم والمضامين الموجودة في مواقع التواصل الاجتماعي النجم نقول عليها أعنف وأخطر ملي في تلفزة لأنه القناوات في تلفزة يحاولوا أنهم يغطيوا ساعتوا وجوه إذا كانت ومش ديمة مش ديمة مش ديمة ولكن ديمة أهون من اللقطات اللي نرى فيهم في مواقع التواصل الاجتماعي مهم جدا وحتى برشا خبراء حذروا من الموضوع هذي كالتابليت اللي تتعطاء للصغير وتكون اللي تتعطاء للصغير وجوه وشي سكتوه ويتله وهم بش ما يقلق نيش جوست رأوا يأثر له على صحته مهم جدا تردو بالكم على صغيراتكم في الفترة هذه ودائما وأبدا مش تتحدث على الفترة هذه يلا كانت هذه انسيح عليك